عشرون عاما مضت على تأسيس هيئة النزاهة بهدف التحقيق في قضايا الفساد ومتابعة الأصول المالية وغيرها من القضايا هيئة قيل إنها ستسهم في ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة رغم أن جميع من تناوبوا على رئاستها كانوا قياديين في الميليشيات أو مقربين من أحزاب مدعومة من إيران وهذا ما لم يتحقق حتى اليوم حيث أن نزاهة هيئة النزاهة باتت على المحاك وبات من الواضح زيف شعارات مكافحتها للفساد مع نهايات غمضة لستة رؤساء لهذه المؤسسة وانضمام رئيسها السابع إلى قائمة المبعدين قصرا في عام 2007 فر الرئيس الأول للنزاهة القاضي راضي الراضي من العراق بعد ثلاث سنوات من رئاسته للهيئة بعد اتهامات وجهت له بإخفاء ملفات والتلاعب بأخرى وفي عام 2008 ترك القاضي موسى فرج منصب رئيس الهيئة أيضا بدون أسباب واضحة وطلبت تقاعد وانعزل في مدينة السماوة بعد ذلك كلف القاضي عزت مرتين برئاسة الهيئة الأولى في عام 2011 بعد إبعاد رئيس الهيئة السابق رحيم العقالي عن منصب والحكم عليه بسبع سنوات غيابيا والمرة الثانية في حزيران من عام 2018 بعد أن أعلن سلفه حسن الياسري استقالته من المنصب ليأسه من مكافحة الفساد في العراق بحسب تصريحات له وجاء تكلف السعدي في عام 2020 للمرة الثانية عقب نهاية مأساوية لسلفه القاضي عزت الذي مات بحادث سير بين محافظتين دهوك وأربيل دارت شكوك بأنه كان مدبرا خصوصا أنه جاء في توقيت كان يستعد فيه عزت لكشف ملفات فساد ومؤخرا انضم حيدر حنون القياد في ميليشيا بدر والرئيس السابق لهيئة النزاهة إلى مصير أسلافه الذين غادروا المنصب بشكل قصري وكلف رئيس الحكومة محمد السوداني محمد علي اللامي رئيسا لهيئة النزاهة خلفا لحنون الذي قررت عينه مستشارا في وزارة العدل بالرغم من وجود خمس دعاوى ضده ما جرى ولا يزال يجري في هيئة النزاهة ليس غريبا على العراق الذي بات مصنفا لدى الكثير من المنظمات والمؤسسات في العالم ومنها منظمة الشفافية الدولية ضمن قائمة أكثر الدول فسادا ترجمة نانسي قنقر